موسيقى موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام اهلا بكم الى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية مع صحيفة ونشرت مقالا بعنوان وقت لتفاؤل وبداية جديدة وقالت الصحيفة ان الثالث والعشرين من حزيران الفين وستة عشر سيعرف للابد بانه اليوم الذي قرر فيه البريطانيون استعادة السيطرة على بلدهم واكدت الصحيفة ان تداعيات قرار مغادرة الابتحاد الاوروبي ستكون عميقة وتستمر لفترة طويلة ليس هنا في بريطانيا بل في القارة الاوروبية كما لفت المقال الى ان نتيجة الاستفتاء اظهرت انقساما عميقا داخل بريطانيا واختتم بالتأكيد على ان المهم الاكبر على عاتق رئيس الوزراء المقبل تتمثل في جسر الهوى المتسعة بين من حققوا مكاسب من العولمة ومن وقفوا امام التهديدات بشأن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد على رفاهيتهم بعد ان احسوا بانه ليس لديهم ما يخسروا وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة لوس انجلوس تايمز نقرأ مقالا لجيمس جيرتشيك بعنوان الحرب على داعش باقية لاجيال حيث انتقد الكاتب سياسات الرئيس الامريكي ازاء الشرق الاوسط وخاصة في اعقاب انسحابه وبقائه الصامتا ازاء وعدم استخدامه مفردا الاسلام المتطرف في خطابته واضح الكاتب ان الامريكيين يحتاجون الى سماع اعتراف من الرئيس اوباما بان الحرب على التشدد الاسلامي مستمرة منذ هجمات ايلول عام 2001 الى الان وانه من المرجح استمرارها لاجيال واضاف ان اوباما حين انتخب بدى قادرا على انهاء الحرب على الارهاب خلال فترتين الرئاسيتين واشار الى خطاب اوباما في 2013 الذي اعلن فيه مقتل زعيم تنظيم القاعدة مع معظم كبار مساعده وانه لا يخشى من اي هجمات كبيرة وان امريكا اكثر امنا ولكن بعد اقل من عام من هذا الخطاب في جامعة الدفاع المدني الامريكي في ظهر ولا يستطيع اي محلل جاد القول ان امريكا وحلفائها اكثر امنا مما كان عليه في 2008 عندما اصبح اوباما رئيسا واضاف الكاتب ان تنظيم دولة الاسلامية يعتبر اكثر تعقيدا من الافغانية واشار الكاتب الى سلسلة من الهجمات الارهابية التي خطط لها تنظيم الدولة الاسلامية او التي كان وراء الالهام بشنها على اهداف غربية مثل حادثة اورلاندو بولاية امريكية مما يدل على ان تنظيم الدولة يشكل خطرا على امريكا وحلفائها وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة ينشفق التركيا نقرأ مقالة نياسين اقطاي بعنوان كيف يكافحون الارهاب دون ان يقوموا بتسميته اشار فيه الكاتب بان بعض وسائل الاعلام الغربي ما تزال تريد وباصرار اعتبار الصراع تركية مع الارهاب على انه حرب تركية ضد الاكراد وهكذا يكون هذا مخرجا ومهربا لهم حتى لا يقول ان ما يحصل في تركيا هو ارهاب عليها وفي الحقيقة ان العائق الاكبر امام مكافحة تركيا للارهاب وصراعها معه هو هذا الامر الارهاب الوحيد الذي يعاديه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة هو ارهاب منظمة داعش فقط وخارج هذا فالمنظمات الارهابية الاخرى التي لم تتعدى عليهما لا تعد ارهابية كما ان الاتحاد الاوروبي الذي يغير قوانين محاربة الارهاب لمجرد استشعار احتمالية وجود خطر ارهابي يفرض على تركيا ان تغير تعريفها عن الارهاب كشرط اساسي لقبولها في الاتحاد الاوروبي واعطائها الحقوق فيه وهذا الشرط لا يختلف في معناه عن قولهم لتركيا بان تتخلى عن رؤية حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية ولو ان واحدا بالالف من الاحداث والهجمات الارهابية التي تحصل في تركيا حصلت في اي من مدن اوروبا على يد منظمة ارهابية فهل تتصورون ان الاتحاد الاوروبي كان ليشترط هذا الشرط على هذه المدن وهذه الدول طبعا لا اذا فلماذا وباي وجه وجه يقابل الاتحاد الاوروبي تركيا بهذا الطلب وكيف يطلبه اصلا وفي صحيفة العربي الشديد مشاهدين الكرام نقرأ مقالا لأسامة ابو ارشيد بعنوان من اجل الاسد ضاع البلد اشار فيه الكاتب ان انصار بشار الاسد لم يكذبوا عندما اطلقوا شعار الاسد او نحرق البلد فهم فعلا حرقوا البلد ودمروها ومزقوها ارهابا بحيث اصبح ملايين من شعبها نازحين ولاجئين وقتل وجرحوا مئات الالاف منهم ودمروا ودكوا مدنها وقراها واوقعوا فيها من الفضائع من يعجز المرء عن تصوره ووصفه وتركوها نهبا مستباحا لحركات وجماعات مسلحة متطرفة واخرى اجرامية وثالثة انفصالية دعا كرهن استقلالها وسيادتها لايران وروسيا والولايات المتحدة وكل من هب ودب من دول الاقليم والعالم ترسل طائراتها وجنودها ومرتزقتها مستبيحة اجواءها واراضيها السيادية تم ذلك من اجل الحفاظ على الاسد رئيسا وعلى نظامه حاكما ولكن هل تحقق ذلك فعلا لم يكتفي النظام السوري بحرق البلد من اجل الاسد بل انه وضع كل سوريا تحت وصاية روسية ايرانية انتهى فيها من حرقة البلد من اجله ليس اكثر من خادم المطيع لا يملك خيارات ولا كرامة ولا استقلال فهو اضعف وادفه من ان يجلس ندا في حضرة الكبار حتى امام قادة حزب الله الذين اوكل اليهم في مناطق كثيرة قيادة وحدات عسكرية سوريا وتوجيهها اما من تأخذه عزة كرامة من قادة النظام الامنيين والعسكريين فتتم تصفيتهم الى هذا الحد هنت سوريا وبعد ذلك يحدثونك عن المؤامرة الكونية على سوريا نعم ثمت مؤامرة كونية على سوريا غير ان ابرز متآمرا فيها هو الاسد ونظامه على الاقل باجرامهم وحماقتهم وختام حلقة اليوم مع جريدة حبر ومقال بعنوان حلب البواب المغلقة حيث اشارت الصحيفة بان صمود حلب وعدم سقوطها في يد الفرنجة رغم حصارهم المديد لها عام 1124 ميلادي نقطة تحولها ما في تاريخ العالم لانها حالت دون تشتت الشرق ليصبح امارة لاتينية حسب ما قال المستشرق البريطاني ارلاند توينبي وتضيف الجريدة ربما يكرر التاريخ نفسه اليوم فصمود حلب اليوم في وجه غزاتها يحول دون ان يتحول الشرق العربي على الاقل الى ولاية ايرانية بينما تلتهي تركيا بحروبها الداخلية ومواجهات لا تنتهي مع الانفصاليين الكرد ويعاني الخليج من اقتتالات طائفية وجماعات متطرفة وتصبح مصر بوابة جديدة لاستعمار اوروبي امريكي لافريقيا وعهد فاطمي جديد يتسم بمزيد من الغدر والخيانة والجريمة الحرب التي يسعى العالم اليوم لحسمها في حلب من شأنها ان ترسم مستقبل العالم في الفترة القادمة وهي لم تعود معركة اعطيادية تحتمل الفوزة او الخسارة لقد اثقلتها الحمولة المعنوية والاستراتيجية في افئدة المتحاربين حتى صارت تعني نصرا كاملا او هزيمة كاملة لا يريد احد ان يحارب بعد حلب فسقوطها سيسقط كل امال الفريق المنهزم والتسوية السياسية امر يصبح مرضيا للجميع على اسوار المدينة المحترقة من اجل تجنب اي لحظة يمكن ان تكون حاسمة خسرت المدينة الكثير ولكنها لا تزال تقاوم كواحدة من اخر قلاع الشرق التي ترفض فتح ابوابها للغزات لتبقى بابا مغلقا وعصيا امام البيزنطيين والروم والمغول والصليبيين والتتار والصفويين الجدد بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته